بمساحة ضيقة تبلغ 365 كم مربعا فقط يعيش سكان غزة البالغ عددهم حوالي مليونين و300 ألف نسمة في معاناة قبل الحرب جراء أزمة إسكان حادة بعجز بلغ 120 ألف وحدة سكنية حتى مطلع عام 2023 جاءت الحرب لتزيد الوضع سوءا حيث بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 33 مليار دولار وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وتم تدمير 150 ألف وحدة سكنية بالكامل تضررت منها 200 ألف وحدة جزئيا بينما أصبحت 80 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن على الصعيد الاقتصادي توقفت 82% من الشركات عن العمل وارتفعت البطالة إلى نحو 80% والفقر إلى 100% بحسب المرصد الأرومتوسطي لحقوق الإنسان كما تضرر 96% من الأصول الزراعية ما أدى إلى شلل في إنتاج الغذاء وفق منظمة أونكتاد الأولاروا سجلت تدمير 67% من البنية التحتية بما في ذلك قصف 825 مسجداً وثلاثة كنائس وأكثر من 200 موقع أثري كذلك تضرر القطاع الإسكني والطبي والتعليمي بنسبة 75% ويهدد استمرار الأزمة أكثر من مليوني شخصاً في ظل النقص الحاد بالمياه والدمار الشاملي في مختلف القطاعات تاركاً مئات الألاف بلا مأوى ترجمة نانسي قنقر